بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أسأل الله تعالى أن يتقبل من نومكم الصيام والقيام وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ومن عتقائه من النار أمين يا رب العالمين الفائزون في رمضان ومن جهة أخرى المحرومون في رمضان أسأل الله العافية لنا ولكم نبدأ من الفائزين لأن هذا الشهر يخصهم بالضبط ويخصهم بالذات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال راغم أنفه كما في الحديث راغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له لماذا أدرك رمضان ولم يغفر له هل رمضان يعني صيامه فقط هو السبب المغفرة لا أيها الحبيب الكريم لأن رمضان هو عبارة عن عبادة مركبة من عدة عبادات تفتح بها أبواب الجنان هذه العبادات المركبة أن في الغالب نحن ما نتوقف عليه في رمضان هو الصيام والقيام فقط من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن المولى سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن الفوز الأول هو بالتقوى أو النتيجة إن صح التعبير في الفوز هي بالتقوى ولكن التقوى هنا هي ثمرة هذه الثمرة جاءت من شجرة كبيرة فروعها طويلة وجذورها في الأرض طيب مما تتكون هذه الشجرة أو شجرة الفائزين لعلنا نؤخر المحرومين نسأل الله العافية لنا ولكم ونركز على الفائزين في رمضان هذا الفائز الذي نوى بصيامه تعبده لله عز وجل نوى بصيامه أن يربي نفسه على طاعة الله نوى بصيامه أن يربي لسانه على طاعة الله نوى بصيامه أن يربي أخلاقه أن يزكي نفسه أن يزكي أخلاقه وتعاملاته لم ينوي بصيامه أن يضر بالناس إن كان تاجرا لم ينوي بصيامه أن يربح في المسلمين إن كان تاجرا وإنما نوى أن يعبد ربه حق العبادة هذا المسلم الذي وزع وقته ما بين الصلاة ما بين تلاوة القرآن ما بين أفعال الخير عموما ما بين الصدقات ما بين ما يقدمه من قربات لأهله لأصهاره لأقاربه لجيرانه لأحبابه لفقراء المسلمين للعائلات المحرومة هذا المسلم الذي جعل من رمضان كوكبة نورانية يسير بها إلى الله عز وجل عسى أن يضع قدمه الأولى على عتبة الفائزين تصور معي أخي الحبيب أختي الفاضلة رمضان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح فيه أبواب الجنان تفقنا؟ إيه؟ تغلق فيه أبواب النيران هذه الأبواب المفتوحة ثلاثين يوم تسعة وعشرين يوم وهي مفتوحة إذا لم تستطع أن تدخل من باب واحد في تسعة وعشرين يوم يعني كأنك فتحت له تسعة وعشرين بابا وقلت له ادخل لا يستطع أن يدخل من باب واحد هذا والله محروم لذلك قلت لكم نؤخر الحديث عن المحرومين لأن من لم يستطع الدخول من تسعة وعشرين بابا هو باب واحد مفتوح مدة 29 يوم لكن حاولت أن أمثل لكم بتسعين وعشرين بابا فمن عجز أن يدخل من كل هذه الأبواب فهو حقا من المحرومين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في رمضان هذا من الفائزين بالمغفرة من الفائزين بالرحمة من الفائزين بالعتق من النار من الفائزين بتقبل ليلة القدر آمين يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة